نروح للتنس الأرضي والحقيقة من الألعاب اللي لسه مخلصتش الموسم بشكل كبير فالدوري العام أو الدوري العام للتنس الأرضي ابتدى ودوري المجموعات للناشئين والناشئات العام للناشئات ابتدى ونادي الأهلي الحقيقة بيستضيف دوري المجموعات للدوري العام للناشئات هيستضيفه فيه فرع نادي الأهلي بالجزيرة لما يعرفش نادي الأهلي في الجزيرة عنده مجموعة من الملاعب التنس الأرضي الممتازة القديمة يعني قاعدة التنس الأرضي في النادي الأهلي أو الصهر في المكان ده أو القاعدة بيضم كل نجوم النادي الأهلي دايما بالليل بيروح يعودوا في ملاعب التنس وهو مكان مشهور جدا داخل النادي الأهلي الجزيرة خلينا أقول لحضراتكم الخبر مقر النادي الأهلي بالجزيرة استضاف دوري المجموعات من بطولة الدوري للممتاز للنشيئات التنس الأرضي تحت 12 سنة واللي بيشهد مشاركة كبيرة من عدد كبير من الأندية طبعا صور للملاعب ومشاركة بناتنا تحت 12 سنة الأهلي تصدر مجموعة وبعد فوز على كل من الظهور وطنطة من نتيجة 9 سفر وبعدين عليها اليوبريس وأكاديمية سماشت من نتيجة 8 واحد بعد كده فرقتنا بكده صعد لربع نهائي وهو متصدر المجموعة ولسه هنشوف هيقابل من في دور التمانية بإذن الله جميع الفرقة شادت بملعب وتجهزات النادي ولمشاركة المجموعة وقالت إن التنظيم على أعلى ما يكون والحمد لله رب العالمين ده اللي بنتوقعه دايما من النادي الأهلي حسن التنظيم وحسن الاستضافة طبعا مايار شريف نجمة المصر البهبية في التنس الأرضي وأحد اللاعبات من أفضل 50 لعب على العالم هي بنت النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي أيضا واللي بتشارف كل المحافل الدولية هي خرجت من مدرسة النادي الأهلي وبيت النادي الأهلي ولكن لا تمنى إن شاء الله نشوف أكتر وأكتر من مايار شريف بإذن الله